في هذا الفيديو سوف أعطيكم كيف سوف نقل البورجر بالقلاية الهوائية أول شي لازم نحمي المقلاية الهوائية أنا هون حميتها لخمس دايق على درجة حرارة 200 وبس خلصت منحط هلأ شرائح البورجر بالقلاية الهوائية أو الإيرفراير أنا هون يدوب حطيت شوية أو بخت زيت زيتون لأنه البورجر خاصة اللحمة في دهن كتير كبير فمش محتاج فبس يمكن إذا حابين تحطوا نكهة حابين تزيدوا زيدوا مش مشكلة المهم أنا هون راح أقليهم لعشرين دقيقة على درجة حرارة 200 لا تقريبا كل ثلاثة لخمس دقايق بنوقف الإيرفراير وبنقلب الشرائح جوا مشان نخلي الحرارة توصل لكل جهة بتساوي هلأ بآخر دقيقتين ثلاثة قبل ما يستوي البورجر بالكامل ممكن تحطوا شريحة جبنة كتير راح تكون زاكي وراح تلاوها دايبة طبعا دوابان جيبنا على البورجر الشي بجنن وممكن كمان تحطوا أكتر يعني مش إنه بس شريحة واحدة ممكن تحطوا أكتر من شريحة وراح يطلع بجنن أو ممكن ما تحطوش أبدا يعني بالأخير الأمر رجع الكمية بالمية وبس تخلص خلص بطلعوا شريحة البورجر من القلاية الهوائية طعمه زاكي ومستوي منيح وكتير كتير صحي وفوق كل هذا اقتصادية لإنه ما رح تستخدموا أكتر من 10% من كمية الزيت اللي بتستخدموها بالألي العادي وزي ما شفتوا أنا يدوب استخدمت رشي بس من الزيت بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه وبتمنى أشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله